المحاضرة اليوم رح تكون ريفيجن عن الفور ارم المحاضرات كاملات اللي الأبرلم تلقوها بأعلى أمين الشاشة كمقترح سأتظر لكم هنا تابع المحاضر تابعوني مثل ما عرفنا بداية المحاضرة رح تكون هذه المحاضرة عن فور ارم بهذه المحاضرة رح يكون عدنا عبارة عن نظرة سريعة للي أخذناها مسبقا وبعض الصور الحقيقية من صور حقيقية عن جسم البشري من مصدر المفروض تكونوا حد الأنفام اليروية اللي رح نساوي انه مراجع وبنسبقة انه عرض صور حقيقية فخلونا نتابع المحاضر ونبلش اول شي بالمسلز المسلز اف فور ارم احنا قسمناهن الى two compartment او two major group اللي هي الفلكسر برونيتر مصلز والأكستنسر برونيتر مصلز عمليا الفلكسر او المصلز اف انتير كومبارتمنت اوف فور ارم واللي قسمناها ايضا الى three layers اول واحدة اللي هي superficial group او superficial layer السوبرفشل جروب رح تتكون من four muscles اللي هي البرونيتر تيرز والفلكسر كاربي رادياليس مصل والبلمارستونغس مصل واخيرا الفلكسر كاربي النارس مصل بعدها ادنا الانترميديات لايار الانترميديات لايار ابارة عن اضلة واحدة فقط اللي هي الفلكسر جيتورم سوبرفشلس وهذه العضلة الشي اللي ما ذكرنا وقتها عنها اللي هي تملك التندنس ارك هذا هو التندنس ارك هذا التندنس ارك رح تدخل من عنده بعض اللي تعرفنا عليهم بالمحاضرات السابقة دقيقة على هاي المعلومة لانه انا ما ذكرتها سابقا وموجودة بالريل ايميج ان شاء الله بالنصف الثاني من هذه المحاضرة رح يكون اكو صور عن الريل ايميج فان ذكرت التندنس ارك فحبيت اذكرها الان حتى يكون عندي واضح لان الصورة بالريل ايميج الى حد ما مو اوضح اكيد من هذه الصورة اما اللير الثالثة فهي الديب لير وعملين هي من ثري ماسلس فقط اللي هي الفلكسر ديجيتورم بروفندس والفلكسر بولوشلس لونجس واخيرا رح تتكون من البرونيتر كواتريتس هذه هي تمثل الديب لير اوف مصلس طبعا ذني المصلس كلهم رح يكون ان ايت مصلس الا اذا شخص ما انت بل مارسونجس مثلي او لا ازال شايل من هذه العضلة شايل على خاطر من هذه العضلة انه ما موجودة بالثنة اذا ما عندي بل مارسونجس فعمليا ممكن يكون سبعة او ممكن يكون ثمانية اما المجموعة الثانية او خلنا نقول الميجر جروب الثانية اللي رح تكون المصلس او بوستير كومبارتمنت او الاكستنسر سوبايناتر مصلس ورح تكون مقسمة على تو لايرز السوبرفشل لاير اللي هي عبارة عن سكس مصلس ستة عضلات اول عضلة اللي هي البريكيو راديالس مصل ومن ثم راح يكون عندي الاكستنسر كاربي راديالس لاونجس وا الاكستنسر كاربي راديالس بريفيس وا الاكستنسر ديجيو تورم الاكستنسر ديجيو تيمينيمي وا الاكستنسر كاربيอนارس اللي تكون بستيرلي منبينة قريبة جدا من الفلكسر كاربي قالنارس مصل ويشتركان اثيناتب بنفس الاورجين هذه الاريجين مشتركة أما العضلات of deep layer فرح تكون ببساطة متمثلة بالابدكتر والأكستنسر 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 والعضلة الأخيرة بالديب لير هي عبارة عن السوبينيتر باصل اللي تملك وهذه العضلة كان بي هالشي مميز من خلالها أو عملياً أنه الـ radial nerve رح يقسمها إلى two heads ستكون superficial head والdeep head هذه المعلومة ضرورة نستذكرها لنبقى شوية بالريل image رح نحتاجها أما من ناحية العدد عدد المصص كلهم فرح يكون 18 في حالة إذا أنا ما عديت الأنكونيس وشخص ما عنده في المارسونغس فرح يكون عددهن 18 لأنني قلت الأنكونيس مسبقاً الأنكونيس مصل أنا ما أعتبرها إن أنا شخصياً أحب صراحة أن أعتبرها جزء من الفورعم لأنه عملين صار بالفورعم ولكن مور شرحها مع الـ arm فعملين إنه شرحت بالـ arm ولكن هي تعتبر جزء من الفورعم ففي حالة إذا مشينا على مور وشخص ما عنده في المارسونغس فرح يكون 18 إذا زادنا واحدة من أدن فرح يكون 19 إذا اعتبرنا الأنكونيس جزء من الجزء من الفورعم وشخص كان عنده في المارسونغس فرح يكون 20 بكل يد بالنسبة للفورعم فقط أوكي بهذا المعنى ما أعرف ليش تهتمون بالعدد فحبيت أتقلكم الـ arteries الآن قدنا إحنا 2 main arteries هذا الـ brachial artery رح يكون terminal branches ماتة عبارة عن radial artery radial artery اللي رح يطيني البرانش الوحيد من radial artery هو عبارة عن radial recurrent artery أما الألنر artery اللي هو يحمل كثير من البرانش طبعاً radial artery أيضاً عدى terminal branches ولكن إحنا ما رح نغطيهن ما غطيناهن بالفورعم نغطيهن بالـ hand أما بما يخص الـ ulnar فرح يملك several branches أولاً أنه هو يكمل كألنر وبعدين يكون عنده terminal branches بالـ hand ولكن أول برانش رح يطينيه هو عبارة عن anterior ulnar recurrent artery والposterior ulnar recurrent artery ورح يطيني الـ common interoceus الـ common interoceus نفسه رح يعطيني anterior و posterior interoceus artery ورح يطيني أيضاً الـ recurrent interoceus artery هذه هي كل الـ branches واخدناها نحن بالتفصيل ولكن ضروري أن يكون أكو نوع من المراجعة أما بالنسبة للـ veins فما دخلنا deep بموضوع الـ veins مجرد أنه ذكرت أنه عندنا superficial veins و deep veins أنه لازم دائماً نفكر بهذه الطريقة عندنا superficial وعندنا deep فقط هذا اللي نوعاً ما محتاج أعرفه محتاج أيضاً أعرف أنه هذا عبارة عن السيفاليك فين هذا عبارة عن الباصل لك فين وهذا الـ median cubital vein هذا بما يخص السيبرفيشال بما يخص الـ deep veins رح يكون مع الـ arteries بنفس الشيث بهذا المعنى ورح أتحدث عن الـ veins إن شاء الله بالمستقبل بطريقة تفصيلية أكثر لأن الـ veins of upper limb حداً أما ما أخذ حقها عندي طيب الـ nerves آخر شيء رح تكون عندي الـ nerves كانت عبارة عن الـ nerves الـ nerves اللي هو أسهل واحد بجرد رح يمرو الكرام ويكمل طريقة ولا كأنه أكو شيئاً ما ويغذي فقط one muscles and a half وعدنا الـ median nerve اللي رح يغذي لي باقي muscles of anterior compartment اللي رح تكون six muscles and a half ورح يعطيني الـ anterior osseus الـ anterior osseus اللي رح يكون مع الـ anterior osseus artery فالـ anterior osseus nerve مع الـ anterior osseus artery عما بما يخص الـ radial nerve فرح ينقسم الى two nerves رح يغذي الـ posterior compartment بالكامل كل muscles of posterior compartment البالغة 20 muscles أو سوري البالغة 12 أو ممكن تكون بالغة 10 حسب أوكي؟ طيب الآن لدينا هذا هذا عبارة على الـ deep وهذا عبارة عن السبر فجل وبه شوية رح نتعرف على الـ real image مالته ورح يكون شيء لطيفة إن شاء الله أما الآن الوعد اللي وعدت لكم يا أنه رح يكون أكو مراجعة لـ sections الـ sections وقتها أو الـ transverse sections أو الـ horizontal sections أنه وقتها أنا ما اهتميت كثيرا بيها فحبيت أن يكون أكو مراجعة لها هنا طبعا إحنا هاي المعلومة صارت بالنسبة لنا جدا أوبياس أنه إحنا قسمنا القسمنا الـ forearm إلى two compartments anterior compartment و posterior compartment أو flexor pronator muscles والـ extensor supionator sorry flexor pronator compartment والextensor supionator compartment شخصيا أحبذ أنه هذه التسمية flexor pronator والextensor pronator لأنه قلت رأيي مسبقا بالـ anterior والposter compartment أنه أحس المنطي حقها للكلمة يعني نوعا ما أنه محتاج الكلمة تفاصيل أكثر مثل الـ entromedial والpostrelateral مثلا يجي شيء طيب الآن عدي آني sections هذا أول section أنه لازم يكون عندي فكرة أنه كل المصص رح تكون مغلفة بالفاشة هذه طبعا عبارة عن deepfasha هذه هنا نسميها deepfasha ولكن هذه ما بين العضلات رح نسميها investingfasha إلا إذا ارتقت لمستوى أنه تكون septum يعني تكون حاجز ما بين two compartments بهذه الحالة رح نسميها intermuscular septum هذه طبعا الصورة قاعدة تبين لي أنه هذا رح يكون البosterior compartment وهذا رح يكون الانتيريار compartment هذا رح يكون الـ راديال راديال نارف هذه عبارة عن عبارة عن أه عبارة عن أه هذه رح تكون هنانا عبارة عن الألنر نارف وأرتري وهذه الميديان أه نارف ورح يكون أكيد أندي هنا الأنتيريار انتيريار اوسيس أرتري ونارف و البوستيريار اوسيس أرتري ونارف ذني لازم يكون يعني موجود صحيح بدماغي لأنه ضروري أنه يكون عندي تصور للموضوع وإلا أنه رح أشوف نفس ما رح أعرف عن أي اي ايدنفكيشن لأي شيء طيب الآن هذه الصورة ما رح أركز كثيرا بتفاصيلها إنه مجرد أعرف هذه الصورة من أخذته وشون أخذناها هذه رح تكون الـ هذه عبارة عن الألنر وهذا عبارة عن الـ وهذا وهذا عبارة عن الـ اللي قاعد يحوط بالـ بهذا المعنى هذه الصورة ما أخذها يعني يعني خلينا نقول جدا بحيث أنه هاته اللي هي جزء بين الـ مبين عندي هنا فعمليا هذه الصورة خلينا نقول المشتركة ما بين الـ والـ وصارة إلى حد ما بالـ ولكن ضروري أنه أعمل الها هذه الصورة مأخذة لنوعا ما مجرد أنه هذا عبارة عن الألنر وهذا عبارة عن الـ طبعا هذا وهذه عبارة عن صورة للـ الـ 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 أو الـ طبعا هذا المسلز اكيد انه لطيف انه نعملها ولكن هذا سيكون عليكم لانه جدا واضحات يعني انه ما نحتاج تصل بين حتى نطول المحاضرة ولكن عندي بنسبة لي انه الـ Neurovascular Structures انه لما احددهن يكون الشي لطيف حتى اقدر احدد من خلالهن بعض المسلز لانهن اوضح من المسلز فعمليا انه راح تقدرون مجرد انه حتى يصير انه حتى يصير انه اكون تصور لهذه الصورة شنا اللي جاء اشوفها بالضبط هذا ادنا الكاربل تنال الكاربل تنال احنا يعني تعرفنا على هذه الصورة مسبقا هذه راح تكون عبارة عن الـ Tendon of Palmar Stringes هذا اللي جاي احنا عبارة عن الـ Palmar Carpal او الكاربل بالمر لجامنت او الـ Palmar Carpal Ligament وتحت منه مباشرة راح يكون عندي الـ Flexor Retinaculum وهذا راح يكون الـ Ulnar Artery ونرف وعندي هذا راح يكون الـ Median Nerve وهذني الـ Four Tendons راح يكون للـ Flexor Digitorum Superficialis وذني الفور اللي تحت منه راح يكون عبارة عن Tendons أو Flexor Digitorum Profondus وعندي هذه للـ Extensor Digitorum وهذه للـ Extensor Indicies وعندي هذه راح تكون المسلز هذا عبارة عن الـ Extensor Carby الـ Extensor Carby Alnars وهذا راح يكون للـ Extensor Digiti Minimi الـ Extensor Digiti Minimi لما تكون بالـ Carpus راح تكون واحدة مفصلة عن ذني البقية أما الـ Extensor Indicies الـ Tendons راح يكون معاها طبعا عندي هذه راح تكون عبارة الـ Abductor Polishes Longest وهذه الـ Extensor Polishes Previous وهذه راح تكون الـ Extensor Polishes Longest لو ما موجود الاسم انه شو راح عرفها راح عرفها ببساطة انه الـ Extensor Polishes Longest تأمين يعني طالعوا الـ Anatomical Snuffbox اللي موجود يعني ببساطة انه فقط تعملون Extension وشوية Abduction للـ الثمب مالدكم للإبهام راح تلاقون انه اكو تندن ظاهر جدا هذا الـ Tendon راح يكون away from the other tendons اللي هنا الـ Abductor Polishes Longest والـ Extensor Polishes Previous فعمليا هذا هو راح يكون عبارة عن يعني الشيء صراحة احسن جدا بسيط انه اذا كان قدنا شوية visualization شوية memory شوية جيدة ما يحتاج بموري جدا خارقة حتى نذكر كل شيء انه شوية تدريب وراح يكون جدا جيد هذه هذه نفس الصورة ولكن بدون الى حد ما كثير من الأمور ما موجودة فنفس الصورة خلوها لكم وانتو تطلعوا عليها وحاولوا يعني تشوفوا موجود حاولوا تحزوكم باختصار ننتقل الان الى real images اول صورة راح تكون مجرد اريد اوصل بها فكرة هذا عبارة عن صورة لشخص انه alive حي مثل ما قاعد نشوف انه الاسكن مالتا وهذه التفاصيل هذه نفس الصورة اكيد مجرد نفس الشخص لشخص ثاني dead يعني هنو مين مثل ما قاعد اللاحظ انه انا مجرد اريد تكون مجرد تخيل تتخيلون وتقارنون ما بين الصورتين انه هذه الصورة كل اللي سوينا بها انه ازلنا الاسكن الجلد و بعض من السبوكيوتينيوستيشو السبوكيوتينيوستيشو هو طبقة دهنية انه ازلناها بحيث سوينا exposure او exposure لل veins و مثل ما قاعد تلاحظ هنا ايضا نفس الصورة ل هذه الصورة ايضا كل اللي سوينا انه ازلنا الاسكن وال سبوكيوتينيوستيشو بقى اكيد باقي بعض من السبوكيوتينيوستيشو لو تلاحظون شوية هنا ايضا واضح عندي السبوكيوتينيوستيشو بهذه الصورة هذه الصورة هنه اللي سوينا شنو اللي سوينا أزلنا الفينز السوبرفيشال فينز وأزلنا الكوتينيوس نيرز وبقى عندي فقط المسلز الديف فاشة أيضا أزلناها وبقى عندي فقط الديف مسلز مثل ما قاعد نلاحظ فالأمور هنا لازم نفهم منها أدت نقاط أنه لما أنا أوصل لهذه المرحلة أنه ما عاد أكون عندي ديف فاشة ولا عاد عندي أي شيء لا جلد ولا طبقة تفات فعمليا أنه ما رح أشوف ما رح أشوف سوبرفيشال فينز ولا رح أشوف الكوتينيوس نيرز ما رح أشوف هن رح أشوف بقايا من عد هنا ولكن هنا ما رح يكون الموجودات هذا الشيء لازم يكون التصوري يعني هذا رح أطي تسميته اللي هو عبارة عن أراتري لما رح يكون أدي هنا سوبرفيشال فينز هذه الأمور لازم نتخيلها لازم نتخيل هذه الحالة لازم نتخيل هذه الحالة ومن ثم هذه الحالة ومن ثم هذه الحالة لازم يكون عندنا تصور لشنو اللي رح يصير بهذا المعنى وشنو اللي رح نستفاده لما نعرف أنه تم إزالة الديف فاشة مثلا يعني كوتينيوس انورفيشن تم إزالتها بالكامل تقريبا الآن هذه الصورة هي عبارة عن صورة لجزء من الأرم وجزء من الفور أرم تريد تبين بشكل أساسي الكيوبيتال فاسة ولكن احنا رح نستفاد منها بتبين هذه الأمور أول شيء قدنا السيفاليك فين هذا عبارة عن السيفاليك فين مبين سLP هذا كله السيفاليك فين أيضاً قدنا الميديين الميديين كيوبيتال فين الميديين كيوبيتال فين عندي هذا رح يكون السيفاليك فين وعندي أيضا رح يكون هذه عبارة عن البركيو راديالس مصل هذه البركيو راديالس مصل هنا لما ننتقل بروكسيمالي رح ألاحظ أنه هذا عبارة عن البركيو الارتري الآن أبين نقطة أنه أحيانا أشوف الطلاب يقولون أنه لما تشوفون الارتري الارتري يكون لونه كذا والنرف يكون لونه كذا الفين يكون لونه كذا الآن ممكن أنه تضبط ولكن أنا شخصيا أحب دائما أنه أميز الستركترز على أساسه إذا غلطت باللون لأنه تلاحظون الآن لون الجثث شون صير وهذه على فكر هاي لونه كلش حلو أنه أكو جثث يكون كل تحس أنه صابغيها صبغ موحد يعني كل الستركترز حتى المصص يصير لونها غريب يعني غريب مو لونها الأساسي فعمليا أنه الجثث تنصبه بأسباغ مختلفة على حسب الأدوات أو الأدوية عمليا المواد اللي مستخدميها بالتحنيط أوكي المواد اللي مستخدميها بالتحنيط فالطريقة الأمثل لي أنه أميز ما بين الستركترز هي بالريلتوف بوزيشن الريلتوف بوزيشن هو أفضل طريقة بالنسبة لي يعني عمليا عندنا هذا الآن أنا أريد أميز هذا بالضبط شنو هذا عبارة عن البريكيال آرتري لماذا قلت بريكيال آرتري؟ أنا عندي هذه البايسيبس هذا البايسيبتال أبنيروسيس وهذا البايسيبتال تندن فأنا أعرف مسبقا أنه موجود عندي بذاكرتي بالميموري مالتي أنه ترتيب البريكيال أو سوري البايسيبتال تندن أو تندن أو بايسيبس والبريكيال آرتري والميدين نرف ترتيب هنا من اللاترال للميدين فهذا الترتيب موجود بمخيلتي بذاكرتي فرح أقدر أعرف هذا هو عبارة عن البريكيال آرتري وما رح أقدر أقول عليه غير البريكيال آرتري ببساطة هذا عبارة عن الميدين نرف ما رح أقدر أقول عليه غير ميدين نرف من السيزمالت من الريلة الفيسوشنمات حكمت عليه تماما أنه هو ميدين نرف بهذا المعنى هذه الطريقة الأمثل بالنسبة لي حتى أقدر أحدد استركترز طبعا هذا البريكيال آرتري رح ينقسم مثل ما أجعل لاحظ هذا عبارة عن الريديال آرتري وهذا الألنر آرتري من بيمن عنده شيء تقريبا شيء بسيط نبين الآن ننتقل إلى المسلز الآن لني المسلز حتى أنا أكثر أعرف المسلز أميز ما بين المسلز أنا لازم أعرف أن كل مسلز أكيد إلها تندن وإحنا من الأشياء المميزة للمسلز أوف فور آرم التندنس مالتها تكون طويلة فعمليا بينها كبياض لو نلاحظ هذه العضلة اللي هي البريكيالس هذا التندن مالتها هذه العضلة اللي هي البريكيو الآن من الأمور المهمة أنه نذكرها هذه الصورة أنه كل عضلة مغلفة بإنفستنغ فاشا اللي هي عبارة عن ديف فاشا لكن نتغلف العضلة فسميناها إنفستنغ فاشا نرجع إلى صورتنا فهذه الإنفستنغ فاشا رح تنفعنا بأنه كل عضلة مفصولة عن الثانية فأنا رح أشوف أكو شي رح أقدر أميز إذا ركزت أنه أكو فاصل فلاحظ أنه هنا هذه البرونيتر تيريس مفصولة عن باقي المسلز اللي هي الفلكسر كاربي راديالس والبلمارستونغس هذه هي التندن أوفبلمارستونغس وآخر عضلة رح تكون ميديالي هي عبارة عن الفلكسر كاربي ألنارس فمفصولة عنهم كل العضلات مفصولة بإنفستنغ فاشا العضلة اللي مبينة بشكل جزئي عندي هنا هي الفلكسر ديجتورم سوفرفيشالس عندي هذا التندن أوفبلمارستونغس رح يكون ديب الهن أوكي ديب إلى الفلكسر ديجتورم سوفرفيشالس مصل هذه المفروض أنه يكون عندنا تصور عنها من المحارات السابقة من الصور اللي كانت عبارة عن صور محقيقية ولكن أقرب إلى الحقيقة من نتر فصار عندي تصور للموضوع من أجل الريل إميج المفروض أرجع معلوماتي وعلى أسس معلوماتي أقدر أعمل ننتقل للصورة اللي عملنا أكثر للديب ستركتورز مثل ما اللاحظ أول نقطة عندي هذا الميدين الميدين نيرف لو اللاحظ هذا عبارة عن الميدين نيرف هذا البريكيال أرتري رح ينقسم إلى ريديال أرتري والألنر أرتري هذا أيضا هنا مثل ما قاعد نلاحظ هذا الرديال أرتري وهذا الألنر أرتري عندي هنا هذا الارتري عبارة عن الريديال ريكورينت ارتري الآن هنا النقطة ليش حكمت عليه انه هو ريديال ريكورينت ارتري حكمت عليه ريديال ريكورينت لانه انا اعرف مسبقا عندي معلومة مسبقة انه من الريديال عندي برانش واحد فقط اللي هو ريديال ريكورينت ارتري فقط ما عندي برانش داني بالاضافة الى انه عندي هنا هذا صار ريديال إنه مجرد راح لاترالي أو إنفرالاترال فرح يكون راديل فإنه ماكوش يطلع من الراديل غير الراديل والكرينت أرتري ببساطة إنه استخدمت هذه نظرية الإحتماليات إنه سقطت كل الإحتماليات بقى بس هذا الإحتمال اللي ينطبق على اللي قاعد أشوفه أما بالنسبة للألنر أرتري فرح يكمل لاحظة هنا هذه العضلة هذه كلها عبارة عن البرونيتر تيرز هذه كلها البرونيتر تيرز وهنانا أيضاً بين البرونيتر تيرز المكملة البرونيتر تيرز مثل ما نعرف أنه عندها توهد عندها همرا الهد وعادها النر هد الهيمرا الهد طبعاً يكون السوبرفاشل والنر هد راح يكون الديب هذا النيرف اللي هو عبارة عن الميدين نيرب كما قاعد Alan suffers هذا الميدين نيرف راح يدخل ما بين التوهد أوبرونيتر تيرز هذه البرونيتر تيرس فرح يدخل ما بين التوهد طبعا هذا الالنر هد مالتها فرح يدخل ما بيناتهم أما بما يخص الالنر آرتري فرح يكون بستيرير ويكمل مسارة بستيرير لهذه العضلة يعني الالنر هد والهيومر الهد أما هذا النيرف الآن أنا أريد أميز هذا الستراتر بالضبط هو نيرف ولا آرتري طبعا من الصعب جدا أنه أميز من اللون فما عندي غير الـ Relative Position ماكو غير الـ Relative Position والشكل أيضا الشكل نفس الشي فاللون والشكل نفس الشي أنه ما رح أقدر أميز ما بين الـ Arteries والـ Veins من الشكل فعمليا ما بين الـ Arteries والـ Nerves أوكي مو Veins من الشكل فرح ألجأ إلى الـ Relative Position الآن أنا ما عندي أي شيء لا آرتري ولا vein ولا Nerve هنا غير الـ Radial Nerve ببساطة فهذا رح يكون عبارة عن الـ Radial Nerve الشيء اللي قاعد أشوفه هنا وعبارة عن الـ Superficial Prunt والشيء اللي ما رح أشوفه بالكامل فرح يكون عبارة عن Deep Prunt الآن هنا أنا أكو عضلة هنا أنا من بينها هنا أنا من بين هذه العضلة صايرة ما أعرف إذا من بينها أتكون بالتصوير يعني إلى حد ما مبين عندي هتكون هي عبارة عن الـ Supermeeter muscle هنشوفه بقى شوية بصور على ما أعتقد هذي الصور هتكون شوية أكثر مبين عمليا أنه هذه الصورة تكمل القصة الآن إحنا اللي قاعد يصير عندنا أنه كل شيء قاعد يسون أكثر عندنا طبعا هذا نرجع نفس المعلومات أنه هذا عندي عبارة عن البريكيال وهذا ريديال آرتري هذا الألنر آرتري بما يخص الألنر آرتري الألنر آرتري رح ينقسم البرانشز مادة هنا أنا أقدر أشوفه صرت أقدر أشوفه عندي هذا البرانش هو عبارة عن الألنر الألنر مثل ما قاعد نلاحظ أنه موجود الألنر رрокورنت آرتري الألنر ركرنت آرتري الآن هو ما نذكر أنترير ولا بسترير لأنه إلى حد ماه mitä سهل إنه تحديدة أنه هو أنترير ولا بسترير ولكن الألنر يكون هو البروكسيما والبسترير يكون الدستل ولكن عمليا هو فقط يعني اللي رح أقوم عليه هو عبارة عن الألنر رحكمعلي دي انترير لأنه أشوف أنترular ولكن عمليا أنه ما رح أدخل بتفاصيل رح أقول فقط أنه هو الألنر recurrent artery الآن طبعا ممكن للتفاصيل رح تلاقوها موجودة هنا لأنها مقسمة على صورتين التفاصيل إلى حد ما كثيرة فأنا رح أذكر التفاصيل بشكل عشوائي وإنتوا قدرون شوفون هنا موجودة أنتوا هاي إلكم وكي هاي إلكم وهاي إليه الآن ننتقل إلى أو نكمل وننتقل عندي هذا عبارة عن الميديان نيرف الميديان نيرف رح يعطيني شيء اللي هو عبارة عن الأنتيرير انتروسيس نيرف هذا هو الأنتيرير انتروسيس نيرف ويكمل هو بطريقة كميديان نيرف الآن هذا أيضا قاعد يمثل عندي هذا هو عبارة عن الأنتيرير انتروسيس نيرف ويكمل هذا نرجع للألنر أرتري لدينا هذا أول برانش من عنده الذي هو anterior انتر او posterior انتر او سوري anterior ulnar recurrent المهم انه احنا رح نحكم عليك ulnar recurrent وهذا مباشرة انه اكون عندي برانش طالع من عنده من هنا يعني هو من هاي الجهة رح يكون عندي ال recurrent وهنا رح يكون common enterosias ما عرفت انه هو common enterosias منجرد انه طلع من ال ulnar artery انه انقسم الى anterior و posterior لو نلاحظ هذا ال posterior وهذا رح يكون عندي ال anterior ويكمل شغلة تمام هذا طبعا هنا رح يكون عندي عبارة عن ulnar artery مكمل الان هذا ulnar artery وال ulnar نعرف شو نميز مباشرة من ال relative position ال nerf رح يكون هو most medial one وال ulnar artery رح يكون lateral one وهنا ايضا عندي هذا هنا مننا نبين عندي ال ulnar ulnar nerve مننا نبين و رح يفتر يخل فرح يرجع الهنان و يكمل ما يطيني برانش زنانة و يغذي one muscle and a half one muscle and a half يعني عضلة و نص فقط طيب طبعا هذه اللي انا فاصلها جزء منها رح يكون مثل ما قاعد اللاحظ هذه عبارة عن ال humeral head of pronator tears هذا ال humeral head مالتها وهذه قطعة من ادها ايضا باقية انه هي ترتبط هذه القطعة مالتها هي القطعة يعني ال distal اللي رح تعمل insertion فهذه القطعة مالتها تيجي two heads و بعدين تكمل كهد وحدة هذه هذه العضلة هنانا هي عبارة عن supinator muscle لان ليش حكمت اليها supinator muscle لانه هاني عمليا ما عندي عضلات هنانا يعني انه هذه اذا رفعت شوية او يعني سحبت البريكيو رادياليس اللي رح يبقى عندي تحت منها هي supinator muscle ما عندي muscles ثانية يعني فقط supinator muscles بقى فاني هاي المعلومة موجودة عندي مسبقا انه اعرف احافظها ما عندي غير هاي العضلة بقى هنانا فعمليا رح احكم عليها طبعا هذا الالنر head of pronator tears وهذا رح يكون عبارة عن superficial branch of radial nerve والdeep branch رح يكون هذا بالضوض وباشوار رح نشوف اكو الصور اوضح الى طبعا هذا radial recurrent artery وعرفنا ليش هو radial recurrent artery و الى اخره من هاي الامور الان ننتقل الى muscles هذه superficial flexor digitorum superficials flexor digitorum superficials هذه مثل ما قلت قطعة من pronator tears هذه ايضا نفس القطعة الان هذه العضلتين الان طبعا يعني يمكن من بيناتكم انه هنا شنو بالضبط ولكن انه لو ركزنا شوية هذه عضلة بين تندن مالتها اوكي وهذه عضلة الان الان لازم اتذكر لازم اتذكر الاني structure من شوفوها بالحقيقة انه رح تقدرون يعني تميزوها اكثر الان الصور يمكن ما تضطي كل التفاصيل انه من شوفوها بالحقيقة رح تكون اوضح بكثير فهذا انتوا لو فتحتوا ايد مريضا وراح تقدرون تلقون طرقكم يعني باختصار عندي هذه العضلة ما رح اقدر اقول اليها غير flexor gestorum profundus ليش؟ لانه عندي اني ذني الالنر نيرف والالنر ارتري والميديا نيرف ذني كلها رح يكون نديب للسوبر فيشيالز ديب للفلكسور gestorum سوبر فيشيالز فعمليا انه العضلة الوحيدة اللي بوقت عندي هنا هي flexor gestorum profundus اللي بصفها flexor ديجتو sorry flexor flexor polishes longus في العضلة الاخيرة اللي بوقت هي flexor polishes longus فهذه هي طريقة حكم رح تكون انه اسقاط احتمالات انه هاي شنو ممكن تكون ما ممكن تكون غير هيج خلاص انه ذن هي هيج ببساطة طبعا هذه هي تكملة القصة انه هاي الكم مثل ما قلنا الان ننتقل لهذه الصورة اللي الان انا محتاج افسرها بالاول افسر شنو اللي قاعد اشوفها قبل لا اسوى identification لبقية structures الان انا هذا اللي قاعد اشوفها عبارة عن فور ارم ما مبقين بها شي غير فقط كم اضلة و وعظام هذه الفور ارم نسوي لها ابرونيشن نسوي لها ابرونيشن فانبين عندي شوية شغلات مبينة شوية شغلات وما مبينة شوية شغلات الان الشغلات اللي مبينة هذه العضلة اللي جاية من الهيوميرس ومرتبطة ب at the middle of the radius فما اقدر اقول عليه غير pronator tears هذه عبارة عن pronator tears وهذه العضلة اللي مغلفة جزء من الراديس ومرتبطة بالهيوميرس ومرتبطة بجزء من الالنة ما اقدر اقول عليه غير سوبانيتر مصل ما اقدر اقول عليه شي ثاني اما هذا الشيء اللي داخل ب السوبانيتر مصل وطالع من عدها ما اقدر اقول عليه غير deep branch of radial nerve radial nerve هذا ما اقدر اقول عليه غير brachial artery هذا ما اقدر اقول عليه غير median nerve ليش؟ لانه مثل ما قاعد اللاحظ انه صاير هذا طبعا tendon of biceps هذا tendon of biceps رايح الهنان لل radius شوية هذا tendon of biceps هذا radial medial sorry brachial artery وهذا رح يكون عندي median nerve هذا median nerve يعني رتبت هنا من lateral لل medial فصار عندي الامور واضحة هذا radius وهذا النا انتهى البساطة هذه الطريقة اللي عملت identification تصورت الموضوع بالضبط انا شوني قاعد اشوفها وكملت طريقي ببساطة طيب الان هذه الصورة رح تبين لي المسلز اكثر اه شوية الصورة يمكن صغيرة صغيرة الى حد ما فانتو تقدون ببساطة انه تابعونوا شوية ويايا وتخلون المصدر نفسه المصدر موجودة عندكم عندهم ممكن تفتحوه وتشوفوه ولكن تابعوا ايضا ويايا عندنا هذه العضلة اول وحدة واسهل وحدة اللي هي البركيو راديالوس مصل هذا رح يكون البركيو الارتري وهذا الميديان نيرف هذه البرونيتر تيرز هذه الفلكسر كاربي راديالوس ورح تكون بصفة اكيد البالمارس لونغس مصل اللي هي جاية لل البالمار أبانيوروسيز وصل البالمار أبانيوروسيز وعندي اللي تحت منها هذه العضلة اللي راح تكون تحت منها شوية ديب اللي نقول انه ما بقي منها غير بس التندن فهي راح تكون اكسبوز يعني هذه العضلة هي الفلكسر ديجتورم سوف تكون ديجتورم سوف تكون والعضلة هذه اللي راح تكون المستميديال اللي هي التندن ما لا تبين هذا الأبيض إلى حد ما ها راح تكون الفلكسر كاربي ألنارس وممكن تكون غريج الآن هذا ما بيين عندي شي ثاني يعني مجرد عندي فقط عضلات شوية انه هذا ما بيين الراديل عندي الراديل الارتري الالنار ارتري ما بيين تقريبا يعني ماكو عنا شي تقريبا فهذا الراديل ارتري والبقية هنا عندي هذا البالمر كاربل ليجامنت اوكي وهذا راح يكون بعد ان شلت البالمر أبنيوروسس شلت انتزعت واخرته طلع عندي هذا عبارة عن الفلكسر ريتناكلم الفلكسر ريتناكلم اللي راح يكون من الروف السطح 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 اللي اخذناه لحد ما في ثلث الثلث الأول من المحاضرة طيب الآن ننتقل الى العضلات الأخرى الآن هذه العضلات راح تكون عبارة عن العضلات أو الاكستنسر الاكستنسر سباينيتر كمبارتمنت عندي طبعا هذه الأضلات اول وحدة سباينيتر عبارة عن الاكستنسر كاربي مكان annihil dzie اطلب ليها البركيالس ما قلت عليها البركيالس ان لو تلاحظون انه اكو اشياء مكسوصة اوكي اكو اشياء مكسوصة وما مكمليها فعمليا انه هادي هي راح احكم عليها الـ Longus Radialis Longus Extensor Carby Radialis Longus هذه هي العضلة ورح تكون بصف هاي العضلة هي Longus وهذه الـ Previous اوكي لل Extensor Carby Radialis Previous ما عندي إنه إذا قلت هذه هي راديالس وهذه هي اللونغس سوري إذا قلت هذه هي بريكيو راديالس وقلت هذه الأكستنسر كاربي راديالس لونغس فإنه البريفوس وينها فهمت الفكرة؟ فإنه لازم أفكر بها الطريقة إنه ما راح أقدر ألقى البريفوس بهاي الحالة طبعا ذني الأضلتين اللي طلقاتنا عبارة عن هذه راح تكون الأبدكتور بولوشوس لونغس وهذه الأكستنسر بولوشوس بريفوس ورح نتحدث عنهم بقى شوية أكثر عندي هذه العضلات اللي ما معرفة الضبط هي شنو نقدر نفسرهم لما نروح للديستل اند مالتهن هذه العضلة انتبعناها ديستالي تو بروكسيمالي ديستالي تو بروكسيمالي فاللاحظ إنه هذه العضلة عبارة عن الأكستنسر جيج تورم اللي راح تكمل وتبطيني تندنس لكل الدجتز هذا الشي هو عبارة عن الأكستنسر ريتناكتلم الأكستنسر ريتناكتلم راح يكون يغلف كل يعني تقريبا هو عبارة عن ثكنس من الديب فاشا بينما الفلكسر ريتناكتلم كان لا كان ديب يعني ديب أكثر من عنده بكثير حتى ديب للتندن أوف بولمارس لونغس مع أنه هنا بهذه الحالة الأكستنسر ريتناكتلم أنه مغلفهم إلى حد ما فهذه راح تكون عندي الأكستنسر جيج تورم وجزء من أدهلة واللاحظ أنه راح تكون الأكستنسر جيج تيمينيمي فعمليا أنه هنا يلا أقدر أميز ما بيناتها ورح أشوف بعض الانفستنج فاشا هنا لو تلاحظون أكو انفستنج فاشا أنه قاعد يكون خاص بيها وتكمل طبعا التندن مالتها ويروح للتل فنجر الآن هذه هي أكيد العضلة ما راح أقدر أقول عليه غير أكستنسر كاربي ألنارس هذي الأكستنسر كاربي ألنارس طبعا ذني البقية عندي هذا التندن لو تلاحظوا هذا التندن يصير شوي أبليك هذا عبارة عن التندن أوف الأكستنسر انديشز كيه اللي هي العضلة اللي تروح خاصة فقط للإندكس واللي تضطي أفضلية على باقي الفينجرز انو نقدر نحركة واحدة بشكل سليس أكثر من البقية يعني عندي طبعا هذه الانتر تندنس الانتر تندنس كونكشنز ذني الانتر تندنس كونكشنز هي راح تكون ما بين الانتر تندنس وهذه كان كل شي عن الانتر تندنس كونكشنز الان ننتقل شوي الديب لير الديب لير راح يكون عندنا هذا عبارة عن الابدكتر بولشز لونغس هذه راح تكون الاكستنسر هذه اللي راح تكون بصفة مباشرة بصفة مباشرة بروكسيمالي شوي دستلي ما راح تكون نفسها هذه العبالة هذه الصغيرة اللي بينه هنا هي عبارة عن الاكستنسر بولشز بريفز وهذه الاكستنسر بولشز لونغس وهذه الاكستنسر انديشز او اللاحظ هذا التندن مالتها اللي واصل للاندكس هذني العضلات طبعا هذه العضلة راح تكون الاكستنسر كاربي رادياليس بريفز وهذه اللونغس هاي اللونغس رقم فورتين اللونغس ورقم ففتين راح تكون لبريفز طبعا هذه عبارة عن الاكستنسر كاربي الناعس والعضلة الوحيدة او العضلتين الوحيدات اللي قصيناها انه عبارة عن الاكستنسر ديجيتورم والاكستنسر ديجيتين مينيمي اما البقية فبقني يعني عندي هذني التندنس اللي قصيناها عبارة عن التندنس او اكستنسر ديجيتورم وايضا عندي التندن او اكستنسر ديجيتين مينيمي ايضا قصيناها فهذا تقريبا كل العضلات او بستيرير كومبارتمنت هذه الصور ما راح اشرحها عني لانه عمليا شرحت اشياء مشابهة الهن هذه الصورة انه لكم انتو شوفوها وظلوا انو حاولوا تسوون ايدنتفيكيشن عمليا انا شرحت كل شي يعني انو شرحت كل الاضلات على الامج انو انتو محتاجين انو الان انتو تسوون ايدنتفيكيشن محتاجين انتو تشوفون شنو ستراكشورز اكستراكشورز يمكن ما ذكرتها ولكن بنفس الطريقة انتو تقدرون تشوحون او تشوفون البقية والمصدر موجود اللي ردي تأكد انو هل الايدنتفيكيشن محتى صحيح ولا لا فالمصدر موجود وبيصور بعد اكثر انا كصور ما خليتها لان شفت انو زيادة ورح اضطوا المحاضرة جدا لين انو وصلنا لنهاية المحاضرة اتمنى انو تكون هذه النوع من المحاضرات انو تقدم لكم فائدة كبيرة يعني انو تحضروا المحاضرة مدة ما يقرب الساعة انو اتمنى ان تكونوا استفادتو من وقتكم واذا ادكم اي افكار اي اراء اي اشياء ممكن تكون جديدة تنفعني فاكتبوا لي بالتعليقات اي شي انتو تريدون ما اقرأ كل التعليقات نلتقي بفيديو اخر